حتى لا يكون الفرار من الأخطاء والذنوب والمعاصي بالندم إنما عليك أن تفر من هذه الذنوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تسعى لأن تكون من الصالحين حتى تستطيع إن استطعت أن تصل إلى مرتبة الولاية أن تكون من المصلحين سدقني انتبه ركز فراتك أنت المهم أنت عند الله غالي ما تضعفش نفسك وما تضيعش وقتك وما تنشغلش بحد حتى لا تحرم من السكينة وادعو الله تعالى دائما أن يأخذك منك إليه أخذ الكرام عليه وادعو الله تعالى بقول النبي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وإنما توكل على الله وادعو الله تعالى أن يوفقك للنجاح وأن تحاول التركيز في ورقتك أنت ورقتك دي أنهي عبادتك طعتك صلاتك صيامك قيامك إصلاح الذنوب لاستغفار من الأخطاء دي ورقتك أنت دي مسؤوليتك أنت ده كتابك أنت ربنا سبحانه وتعالى سيعرض عليك في القيامة هذا الكتاب ويخرجه لك يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اسمع الآية اللي جاية دي في سورة الإسراء من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ترجمة نانسي قنقر